اتر مغامرون على سفينة شراعية في المياه القريبة من سواحل ولاية فلوريدا في شرق الولايات المتحدة الأمريكية على كنز من القطع الدهبية والمجوهرات تبلغ قيمتها 300 ألف دولار ظلت في أعماق المحيط الأطلسي قرابة 300 عام السفينة التي تم العطور عليها واحدة من 11 سفينة تعود للأسطول الإسباني الذي كان في عام 1715 يشق أمواج المحيط في طريقه من كوبا محملا بالتروات ليواجه إعصار قويا أسفر عن غرقه يشار إلى أن آخر مرة عطر فيها الباحثون على شيء من هذا الكنز التمين كان في شهر يوليوز تموز من العام الجاري حين انتشل مغامرون 48 قطع نقدية دهبية قدر تمنها بنصف مليون دولار ترجمة نانسي قنقر